بيت مال دولة الأمير عبدالقادر ثانيا عوايد بيت المال ألف الضرائب في الدولة الأميرية الحلقة الأربعون من سلسلة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في دولة الأمير عبدالقادر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثق المصدر ومرجع المعلومات عوايد بيت المال ألف فرض الضرائب لا تطعم الأمير بفرض ضرائب معينة على طول الناس وتتنت أهم هذه الضرائب هي العشور والزاتات والمأونة والخطية العشور ضريبة تجمع مالا وعينا عن طول الأصناف المزروعات الحبوب والخضار والثمار الزاتات ضريبة تحصل مالا وعينا وتأخذ من المواشي على نحو 1% من مجموع الغنم و1 على 30 من مجموع البطر و1 على 4 من مجموع الجمال وفيما يخص هتين الضرابتين فتانتا فرضا وقد استفت الأمير عبدالقادر علماء مراتش فيما يتعلق بمشروعيتها في أجمع وطرر بالإجمع على أن من تخلف عن أدائها يعتبر مرتدا ولا تقبل شهادته وقد علق السلطان مراتش أن هذه الفتوى فتوى موافقة للسنة والقياس والإجمع وأن من تعرض لتنفيذها وأولا تويلا فإنه يعتبر من الظالمين المعونة وهي ضاربة استثنائية استحدثت بعد تزايد الضغط الفرنسي وضعف الخزين العامة ابتداء من 1839 ميلادي وتانت تفرض على تفة المناطر وتدفع مالا نوعيا لخزينة الدولة في أيام الحرب وقد بلغت في أولا 1839 ميلادي بي 530 ألف بوجو حيث توزيعها تميلي 250 ألف على المدية ومليانة و150 ألف على طبيلة الفليتة و20 ألف على طبيلة هاشم الغرابة و20 ألف على طبيلة هاشم الشرادة و30 ألف على طبيلة تزدامة و30 ألف على طبيلة المجاهر و25 ألف على طبيلة الغرابة و5000 على معسكر الخطيئة أرى ما يطرها الأمير والمسؤول في الولاي على القبائل لمعاطبة من يرترف خطأا فاحشا أو خطأا جامعيا أو جريما نتا ويدعو المال المتحصل عليه في خزينة الإمارة بمعسكر أو تجمع الضرائب لقد تانى هذا النوع من الضرائب والزاتات يجمع مرتين في السنة ففي فصل الرابع يطومون بجمع الحيوانات وفي الصيف تجمع الحبوب مسؤولية تبضى الضرائب تانى الضرائب تربض من طبل القياد والأغوات وتدفع للخليفة ففي كل أغليت ولاية تانى هنا تواتي للسلطان يسير ممتلتات البايلات إذ أنه تانى يطوم بمراطبة الموايد مراطبة شخصية وتانى يتوجب عليه خلال جولتهم جولتين في السنة مر في الرابع لجمع الضرائب وأخرى أثناء الحصاد لجمع الأوشور مراطبة إدارة الأغوات وتنظيمها ورفع التطرير للأمير عن أي شكوى مطدمة ضدهم وتتانى الخليفة خلال جولته ترافقه في تنفيذ المهام الموتلة إليه قوة الجيش النظامي لمراطبة تحصيل الضرائب فإذا رفضت إحدى القبائد فالمستوجب عليها تعرضت للملاحقة والحصار والقتال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد